تكلم عن الفنانة الإماراتية اللي أنا وايد أحبها عموماً شما حمدان أنا وايد ترى ومعجبين صوت شما حمدان هذه الموهبة الجميلة الإماراتية اللي يوفقها إن شاء الله ويشوف لها انطلاقات أكثر وإنها تستثمر موهبتها بشكل جميل كان يجدر أنه يكون فيه رقابة عليه عشان لا باتشر يطيح تحت مساءلات قانونية يعني لازم يعرف فيه فرق بين التلفزيون وبين القناة على اليوتيوب وخصوص لنا شاب في بداية حياته بينطلق أعتقد لو صارت على شيء مساءلة قانونية أعتقد رح يدمر نفسيه ممكن يبتعد هذي وايد أشياء صارت مرات في الشباب وذاتما يكون في بداية حياتهم وعندهم منطلاق أنا أستانس ما أشوف موهبة جديدة تنظاف للساحة الفنية وظايق لما أشوفهم إنه انكسر مشه وايد فيه أسامي كانت جميلة كانت ذكر فيه فيه أصوات غنائية كانت حتى على الصعيد الغناء كانت جميلة وصارت عندهم عقود احتكار ومشاكل وظاحي كان عند خالد البذال كانت ذكر فيه أسامي يوم ما رام بعد فقدناها على الصعيد الغناء صارت باستمتيل أسامي كثيرة فأتمنى إنه يراعون لو إنه بيسوله موسمي ديد من ستاندر سيوت إنه لازم يتم توجيهه إنه هذه الأشياء خطأ وما تقال على الهواء عشان دي يستمر بموهبته وإن شاء الله نشوفه ليش ما نشوفه معراه إن شاء الله نشوفه على قنوات نفس الـ MBC وينوت لش لا يستحق أمانتهم عيالنا ويستحقون وموهبة ما أقول كتية خلي جي يستحق نشوف بس مقطع من ستاندر سيوت ونرجع نكمل معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هواي تيركس فول ميكب لا بس بوس نجم حنون أنا حلوة عزيزتي عسن بس ما ضحي خلقتش بس يا المليك تراني باد مو بستاندر سيوت ونجم بود إن ده عص ماذا بعدنا انت؟ عطلي شنشا مواهب واو مواهب تستحق التصفيق ورفع القبعة يعني من زود ما أكون متحمس لمتابعتها أحيانا أحس أن عيني تدمع بفخري واعتزازي بالعرب فخري واعتزازي بأنه قدرنا نسوي مثل أجانب برنامج مواهب بس الفرق بيننا وبينهم أنهما كل دولة لها برنامجها من فصلة على الثانية بينما إحنا من جمعين خمسين دولة عربية بالإضافة إلى تركيا وغانا وشوي من شاينة لإضافة نكهة منه ما يتحمس ولجنة التحكيم عبارة عن ناظر مدرسة ومغنية وفنان كوميدي رائع يعني أنا باتشر بقدم طلب لمجلس الأمن أني أقيم مشروع برنامج مواهب تحت قيم وإشراف مايسترو وسيكورتي في الفنار ونائب مجلس أمك يا بشر أنا بأفهم على أي أساس على أي شهادة تلقاها الأستاذ الكابتن البطل المجاهد المغوار علي اللي يقدر يقيم لك حزام أسود كرته يبقوا لي من المزع لك من المضايقيك ما يعجبه شيء يعني على أساس أنا بنتحل شخصية هذاك اللي مالهم اللي مال برنامج مالهم أنا فعلاً مأيدك أن حداد وصباغ وبن شرشي وحلاق مو أفروض يصعدون على السيج بس قاع يسوون شيء بحياتهم تكفي يرحم أمك قوم بدالهم أصعد على السيج وورنا أمتعنا بشيء كان عندك شيء مني مناك حلاق صعد على السيج شو عم تعمل والله بحذق شار آه أوكي يلا فيك تحلق له بس سواني موديلك من السعودية لا والله أنا من الكويت آها طاط إكس كم الممكن أنه يحلق له الغرة مع السويلف من طرف الودان على أساس أن الموضة بتقول ويبلش فتاوي بشيء ما لخص فيه يا رجل ما ينفع أن نيب زيدان يقيم الشي فرمزي على طبخه ما ينفع أن نيب مايكل شو ما أخر يقيم جيم بيبي فوت بعض المشتركين اللي اللي حمدان أول ظهور لها على المسرح تفلى وشان بخط يعني لو كنا بأمريكا كان مفروض أنها تسوي للمسرح آه أوه لو كنا باليابان كان مفروض تسوي الآن سدشت للمسرح علينا عرازي الحاضرين عرازي عرازي حاضرين أد حي منها كنتبرج عرازي الحاضرين مع زيادة الانتقادات عليها مو الانتقادات الضغاط اللي دار عليها بالدواوين حلقة بعد حلقة تسنع بعمرها يعني بعد الأداء الأول لها مباشرة اعترفت بالجليت ماك 3 مع حلاقة سريعة وفعالة بعد الأداء الثاني كيف خطب فيت هي أنثة وجميلة بش والله مهما تقدمت في مراحل أنوثة لو وصلت أنوثتها لي مرحيت مارلن من رو أحس أن فيها نبرة من سيدور مواهب مو متوفرة بالمجموعة الشمسية واحد قدوة حياته ليدي جاقة يشغل كاسيت ويفرها ويبهر الحكام لا تانزين يبهرهم الولد بوش بوش وكسر خاطر الحكام وهي الله ثلاثة نعم وفيك تفوت واحد يحذب ستاتشين على مرثة ما يبوش ما شاء الله عليه يتفضل الأستاذ ناصر اللي لاخل فيه بجميع التالنتات كونه ممثل فيه طاش مطاش يعني ما شاء الله عليه والله السكينة ماجت بقلبها ما حسيت فيها اكشن مضطر أقولك لا آسف ناصر أنا أحبك ريال يوقف على إيد واحدة ويطيق طار بريلة ويحصل على ثلاثة والسبب يا أستاذ علي يا أخو السمرات يا مخاوي أبو حنان والله الدف ما كان حال شفتوا ستاندر سيود وايد صراحة موهبة عنده طلاقة جميلة السيود نتمنى أن نشوفه في موسمي ديد من البرنامج بس أنه يتم توجيهه بشكل أفضل يعني شفتوا فيه ألفاظ يعني يفرها تلاقي الشنب أنت لو مهما تتقدمين في مراحل أنوث لا هذا يعني هذا مو شو شي ذي مو شو أنا أدري هو شو يعني الحلقة بسرعة قاعد تمر وايد حلوة بس لازم توجيه الشخص بشكل جيد عشان ما ينتهي هذا من جانب نحن تعودنا في كل حلقة نحط كوبي بيست يعني عمل فيه أصلي وقلده يوم بنتحج شي موسيقى شكرا